تأثر الاقتصاد المحلي في الأونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى لظهور سوء موازية لسعر الصرف وتباطئ النمو الاقتصادي واستمرت التدعيات الخارجية الناجمة عن ضغوط التدخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتدعياتها الارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التدخم مما زاد من الضغوط التدخمية كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن تلك عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية لاستمرارية الضغوط التدخمية التي دفعت بدورها من التدخم العام لتسجيل مستويات قياسية ده طبعا على الرغم من مخاطر وتباطئ كمان معدلات التدخم السنوية مؤخرا إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 مرة تانية بنقول لحضراتكم أن الاقتصاد المحلي فترة الأخيرة يعني شهد نقص للموارد من العملات الأجنمية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطئ النمو الاقتصادي واستمرت التدعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التدخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي أيضا لصدمات متتالية أدت إلى مجموعة من التدعيات وارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات بالتدخم مما زاد من الضغوط التدخمية عالميا كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية إلى استمرارية الضغوط التدخمية اللي دفعت بدورها معدل التدخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية على الرغم من تباطئ معدلات التدخم السنوية مؤخرا إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 وفي هذا الصدد واستمرارا لسياسة التقييد النقدي التي اعتباها البنك المركزي المصري قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعرية الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.5% ل28.25% و27.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الاقتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس قررت اللجنة الإسرع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مصاره النزول وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موحية وكما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاقتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص لذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا لاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنصيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعدد الأطراف واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ثم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنصيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التدعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مصار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكل وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي من المتوقع أن يتبع تضخم العام مصارا نزوليا على المدى المتوسط بعد الانحصار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف من ناحية أخرى تشمل المخاطر المحيطة بطبقات التضخم للتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفا سيتم الإعلام بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة والتي يحددها البنك المركز المصري وإدراكا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد ستستبر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتصق مع المصار المستهدف لخفض معدلات التضخم وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود هذا وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف والإضافة إلى انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الانتاجية القصوى كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط وتكرر اللجنة أن مصار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة مرة أخرى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى لظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطئ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعيتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم مما زاد من الضغوط التضخمية كما أدت حركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام لتسجيل مستويات قياسية وعلى الرغم من تباطئ معدلات التضخم السراوية مؤخراً إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي والبالغ 7% زائد ناقص 2 نقطة مأوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 وفي هذا الصدد واستمراراً لسياسة التقييد النقدية التي يتبعها البنك المركز المصري قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع السعرية الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% 28.25% 27.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الاعتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75% وبناء على هذا القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس قررت اللجنة الإصراع بعملية تقييد نقدي من أجل تفعيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم هذا وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الجديدة والحقيقية لمستويات موحية كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاعتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنصيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعدد الأطراف واستعدادا لتخفيذ إجراءات برنامج الإصلاح ثم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنصيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التدعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مصار نزليا على المدى المتوسط بعد الانحصار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف ومن ناحية أخرى تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفا سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري وإدراكا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييم الأوضاع النقدية على نحو يستسخ مع المصاري المستهدف لخفض معدلات التضخم وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى كما ستواصل اللجنة متباعة جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة